بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد في الحقيقة قد يفعل الإنسان أعمالا حسنا ويحصد من الطاعات الكثير في هذه الحياة الدنيا ويجتهد في عبودية الله سبحانه وتعالى من صلاة وصيام وصدقة هل هذه هي النجاح؟ هل بهذا يكون المسلم قد وصل في طريق ربه سبحانه وتعالى؟ في الحقيقة لا بد أن يحفظ الإنسان قلبه لأنه إذا خسر قلبه ضاعت منه كل هذه الحسنات فقد ما حصل من هذه الطاعات يقول صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وفي رواية عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء أي أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يتعرض لفتن وابتلاءات بتعرض القلب لمعصية الله سبحانه وتعالى والمسلم أحد رجلين إما أن يقبل هذه الفتنة ويتعرض لها بارتكاب المعصية وإما أن يمتنع عن قبول هذه الفتنة لوجه الله سبحانه وتعالى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن الذي قبل ليس كالذي رفض في حال القلب مع الله سبحانه وتعالى أي أن القلب الذي فسد لم يفسد في يوم وليلة وإنما فسد بعرض الفتن عليه عودا عودا الإنسان يسمع من معصية الله سبحانه وتعالى ما يسمع ثم لا ينكر قلبه ذلك يسمع ويتعرض للمعصية ويرتكب المعاصية فيقسو القلب مع مرور الوقت حتى يصير قلبه كما يقول صلى الله عليه وسلم يصير قلبه أسودا لماذا؟ لأن كل معصية تجعل في القلب نكته سوداء ونكته سوداء إلى جوار أخرى يصير القلب أسودا أما المؤمن فإنه إذا تعرض للفتنة وتعرض للمعصية وينكر هذه المعصية لإيمانه بالله سبحانه وتعالى وتغلبه على نفسه وعلى شيطانه وهواء فإنه يبيض قلبه تزداد مناعته الإيمانية فكلما قابلته فتنة وقف أمامها وقال إني أخشى الله سبحانه وتعالى إن الله ناظر إلي إني لا أعصي الله سبحانه وتعالى فيصح قلبه ويسلم إيمانه ويحافظ على حسناته فيقول صلى الله عليه وسلم حتى تصير قلوب العباد على قلبين قلب أبيض كالصفى لا تضره معصية ما دامت السماوات والأرض لماذا؟ لأنه تمرن وتعود أن يواجه المحرمات أن ينتبه ولا تتسلل إلى قلبه شبهة ولا شهوة ولا معصية وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه يعني مع تعرض الشبهات والشهوات على القلب تنتكس الفطرة وتنتكس المفاهيم وتختلف المحرمات بالمباحات فلا يدري الإنسان أين الصواب وأين الخطأ كيف وصل الإنسان لهذه الحال؟ وصل إليها بكثرة تعرضه لمواطن المعصية ولفعل المعصية في هذه المواطن ما النجاه؟ ما الذي يريد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينبهنا إليه؟ يقول لنا احرز قلبك اجعل قلبك في حفظ بين يدي الله سبحانه وتعالى في طاعاته ابتعد به عن مواطن الفتنة ومواطن المعصية لا تسمع لكل أحد لا تعرض نفسك لكل مادة مصورة مكتوبة لا تعرض نفسك لمواطن المعصية ولا لصحبة السوء ولا تجرب معصية في حياتك لأنك إن جربت إن بادرت إن فعلت المعصية كنت يعني معرضا لقلبك أن يضيع منك إذا ضع من الإنسان قلبه ما الذي بقي معه؟ ما الذي بقي معه؟ والقلب إذا صلح صلح الجسد كله كما يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة؟ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهو القلب بصلاحه ينصلح حال الإنسان وينصلح دين الإنسان وتنصلح معاملات الإنسان وبفساده يفسد حال الإنسان ويفسد دينه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يجعلنا في عباده السعداء وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر